طيب نتكلم الحين عن الوير اكلوز طبعا هاد الجملة جايز بالامكان استخدامها في عدة سياقات او كونتكس مختلفة وبسوط تمام اول مكان راح تتعلمون استخدامها فيه وهو مع الاسويتش استيتمنت تمام طبعا الفكرة من الوير انه انت راح تضيف شروط اضافية متى ما حبيت تعطي شرط اضافي فانت راح تستخدم الوير تمام استخدامها مع الاسويتش اي كيس تقدر ايه تستخدم الوير بحيث انه لو تلاحظوا معاي هنا الفكرة منها انه راح يطابق اول شيء هذه القيمة بس ما راح تتنفذ الكيس الا لو كانت القيمة اول شيء مطابقة وهذا اساس الاسويتش بلس انه كان هذا الشرط اللي بعد الوير متحقق تمام فاذا ما راح تتنفذ الكيس الا اذا كانت القيمة ضمن الكيس نفسها اساسيات الاسويتش بلس انه كان هذا الشرط الثاني متحق اللي انا اضافته بالوير تمام فلو تلاحظوا في هذا الاكزامبر مرة سهل نفس اللي اخذناه في المرة اللي راحت قاعد احاكي درجة الطاقة طالب عشان اطبع فمن تسعين الى مئة راح تقول لي اي من ثمانين تسعة ثمية راح تقول لي بي تقول لي سي الى اخرة بس اذا كان الطالب رقم الاي دي حقه اربع فانا راح اطيه تعامل خاص فرضا هذا الطالب مثلا وديفر حالته مثلا صعبة الى اخر تمام فقاعد اقول اشوف اذا كانت الدرجة من خمسة وخمسين الى تسعة وستين وكان كان الطالب او رقم الطالب كان اربع فانا راح اخليك تطبع دي لانه شوف خمسة وخمسين يفترض تعطيه اف بس انا قاعد اقول اذا كانت درجة من خمسة وخمسين الى تسعة وستين وكان هذا الطالب رقم اربع فلا تحمله المادة لا تعطيه اف عطه عطه يعني اعتبره ناجح فرضا انه هذا الطالب مثلا حالته شاذة الى اخر تمام ام شي مهم حول اه الوير انه اذا كان فيه جمل ثانية في الكيس تشابه هذا الكيس فكا good practice تذكر دائما انك تحط الوير بالاعلى لانه اذا كانت جاية تحت فخلاص رح يتم مطابقة الكيس هذي من قبل بمعنى انه لو كانت فرضا هذي جاية اخر شيء اللي هي الكيس هذي من صفر الى تسعة وخمسين لو كانت جاية فوق فخلاص هو راح يعتبر طالب وشه حامل للمادة صاف عشان كذا اذا كان فيك كيس مشابهة لكيس الثاني وفيه الوير فانت تحط الوير بالاعلى دائما اوكي ويسين كنوا متكلم عن هذه الملاحظة يس هذه الملاحظة جاية هنا تمام فدائما حاولك انت تضع تضع الكيس ستيتمنت اللي معاها وير كلوز تضعها قبل اي كيس مشابهة اخرى في الاسويتش تمام اه يس احنا حكينا ان الوير بالامكان اضافتها لاي كيس بس لو حاولت تضيفها للديفولت اوكي راح يكون عندك لانه هي تجي مع الكيس فقط ما تجي مع الديفولت اوكي ايضا نفس ما حكينا قبل شوي انه الوير تم استخدامها لاضافة شروط اضافية صح فاذا نقدر نقول انه هي راح تضيق لنا الاحتمالات الممكنة للكيس اوكي تعالوا نشوف اكزامل هذا الاكزامل وتلاحظونا تعالوا اخذه معاكم هنا عشان يبدأ يوضح لكم شوفوا قايز لو كان عندي فرضا انا لو حكيت لا كان عندي متغير اي فاضا كانت قيمة مثلا بستة اي متغير كان اوكي وسويت سويتش اوكي حكيت سويتش اي تمام وخذيت هنا كيس اندروسكور الكيس اندروسكور هادي ايش بتسوي راح تقارن كل الارقام صح يعني هنا راح تاخد لي كل الارقام فاي قيمة كانت راح تطبع لي ينفد لي هادي الكيس طيب لو فرضا انت كنت حابة تضيق الموضوع انه تقول خذ لي كل الارقام بس بشارط اللي تقبل القسمة على اثنين فاذا وقتها انت تقدر تقول خذ لي كل الارقام وير حيث انه اوكي الاي لابد انه يقبل القسمة على اثنين يقبل القسمة على اثنين يعني موديل اثنين يساوي زيرو اوكي ففي هذا الحالة راح اقول انا مثلا بمعنى هذه الارقام راح تكون ايفنز راح تكون عداد زوجي لاحظوا هنا الان راح يكون عندي كمبالتهم ايرر كوني ما اخذت كل الاحتمالات لاني اضفت شرط اضافي الوير سو بالتالي ما اعت لازم يكون في عندي ديفولت اوكي فراح اقول اه ديفولت كيس اوكي وهنا راح اقول بس بريك اوكي فشوفوا لو خليتها كده لو شلت هذه اوكي الان راح يطابق كل الارقام بس حاب انت تضيق الاحتمالات فراح تضيف لي الوير اوكي فاذا هذا راح تطبع لي كل الارقام او راح تطابق كل الارقام بس بشارط انها تقبل قسمة على اثنين بمعنى انه راح تكون عدد زوجي فهذا راح ينفذ اوكي راح يقول لي بس لو خديت مثلا القيمة فرضا خديت القيمة سوري خديت مثلا اه القيمة مثلا تسعة راح يروح لي ولا شي ما راح يطول شي انا حاطينا بريك وتلاحظون اوكي تمام اه تقدر انت تطابق على كل الادات كذلك الفردية بمعنى تقول اي مود الاثنين يساوي كم يساوي واحد فاذا هنا راح يطابق على كل الارقام اا الفردية اوتس اوكي فهنا راح يقول لي اوتس اوكي اا شي اخر مهم انه بالامكان يحنا نستبدل هالسنتاكس بشيء احلى كون انه المتغيرات او القيم كلها بالسوفت اعتبر ابجفتات عشان كنت اكيد نقول از مالتبل اوكي اوكي اذا كان مالتبل اوف التو فمعناتها ايفنز هنا از مالتبل اوف اذا كنت متن حاببن تشوف الارقام التي تقبل القسمة مثلا على الالثلاثة على الستة على الخمسة الاخرى فراح تقول از مالتبل او افرض ان كنت هنا حاببتأخذ بس كل الارقام اللي تقبل القسمة على الخمسة فاتجي تقول where a that is multiple of الخمسة okay then here multiple of الخمسة okay multiple of five here multiple of two okay تمام so yeah we can do that يعني عادي تمام بالاندروسكور هذي تذكر راح تطابق كل شي بس بشرط ان العدد يكون multiple of two يعني من مضروب لاثنين okay تمام so yeah هذي بالنسبة لي ال where تم استخدامها لي مطابقة القيم لو خديت هنا خمسة عشر الخمسة الخمسة للخمسة ياس عشان كذا راح ينفذ لي multiple of five okay لو خديت مثلا ثمنتاش ثمنتاش مالتبال للاثنين ما هي مالتبال لي الخمسة فبالتالي راح يقول لي مالتبال فتو okay اذا هذي بالنسبة لي ال where الهدف منها فقط تضييق احتمالات الكيسز او اضافة شروط اضافية تذكر ما تتنفذ الكيس اللي اذا كانت القيمة اللي موجودة بالكيس متحققة هذا اولا من اساسيات السويتش بلاس انه الشرط الاضافي اللي بعد ال where كمان لابد انه يكون متحق فكذا راح تتنفذ الكيس okay guys